بعض الناس وخاصة الأطفال يلاحظون انتفاق ووجود كرات في هذه المنطقة أو هذه المنطقة طبعاً هذه الكرات هي غدل لنفاوية موجودة بالجسم وخانتعرف عليها أكثر في هذا البول معلومة الأولى الغدل اللنفاوية جزء من جهاز المناعة اللي موجود في أجسامنا وعلى فكرة مو بس موجودة في المنطقة هذه أيضاً موجودة في تحت الإبطين وفي البطن وفي الفخدين والمعلومة الثانية الغدل اللنفاوية التفاعلية إذا فيه التهاب بالإذن أو اللوستين طبيعي يطلعون كرات وينتفخون طبيعي ولا تحاتي معلومة الثالثة أن هذه الغدل اللنفاوية حتى إذا انتفخت لا تحتاج علاج ولا تحتاج إلى مضاد حيوي أعطها من أسبوع عشر تيام سموعين وراح تخف معلومة الرابعة وهي قاعدة مهمة إذا كان الانتفاق من دون ألم هذا يعني أن الالتهاب موجود في منطقة مجاورة نسو اللوستين أو نفس الإذن لكن إذا الغدل اللنفاوية منتفخوا فيها ألم هذا يعني الالتهاب فيها وفي كل الحالتين ما تحتاج إلى علاج أسبوعين وراح يخفون معلومة المهمة الأخيرة ماذا تراجع الطبيب؟ تراجع الطبيب إذا الانتفاق زاد على ثلاث أسابيع راجع الطبيب إذا الانتفاق كان وايد مؤلم راجع الطبيب وإذا الانتفاق صار فيه كل الغدل اللنفاوية وصاحب ذلك فقدان وزن وصاحب ذلك تعب ووهن أيضا راجع الطبيب معلومة أخيرة إذا أنت ونت صغير نفسي دايما لتيك اللوز حط إيدك ترى راح تحس بهذه الكرات من آثار التهابات الطفولة فاتمنى تعرفنا على الغدل اللنفاوية وانتفاقاتها